الدعاية الانتخابية لحزب الصهيونية الدينية سموترش بنكفير بطبيعة الحال كان ينص على ما يسمى بيهودية النقبي والجليل بمعنى بأن لا يجب أن يكون فقط هناك استيطان في مناطق الدفة الغربية الأمر الذي تم الاتفاق عليه بطبيعة الحال ولكن يجب أيضا أن يكون هناك تهويد لمنطقة الجليل والنقب وبالاتفاق الجديد فإن الدعاية الانتخابية تحولت إلى واقع نتيجة الاتفاق الذي وقع بين الصهيونية الدينية وأيضا مع حزب الليكون في تشكيل الاتلاف الحكومي ماذا هذا يعني؟ هذا يعني بأنه أولا يجب أن يكون هناك زيادة لعدد اليهود في منطقة النقب والجليل لماذا النقب والجليل؟ لأنها هي المناطق التي يوجد فيها زيادة واضحة للوجود الفلسطيني العربي في تلك المنطقتين النقب على سبيل المثال حيث فيه عدد كبير من القرى غير المعترف فيها بطبيعة الحال المجتمع الإسرائيلي منذ سنوات وسنوات وهو يحاول الانتداد على حساب البدو الفلسطينيين الذين يعيشون هناك والتضييق عليهم ولكن ما يسعى له الحزب الصهيونية الدينية وتحديدا بنكفير واسموتريتش هو أن يكون هناك تخفيض لأسعار الأراضي للمستوطنين اليهود أن يكون هناك تخفيف من الضرائب أن يكون هناك تحسين للبنية التحتية وأن يكون هناك أفضلية لليهود وأن أي بلدة أو مدينة في المنطقة النقب أو الجليل يجب أن يكون فيها تشديد ما يسمى بشروط القبول أي أنك إذا أردت أن تشتري منزلا في النقب أو في الجليل في الشمال أو في الجنوب عليك أن تقدم طلبا الصهيونية الدينية تريد أن تزيد من هذه الاحتياطات الأمنية لكي لا يكون هناك وجود عربي حتى داخل المدن أو البلدات الإسرائيلية هذا بطبيعة الحال سوف يتم تنفيذه خلال السنوات الأربع القادمة إذا ما استمرت هذه الحكومة وأن يكون هناك زيادة في عدد اليهود ليس فقط كسكان ولكن أيضا كاستثمارات يهودية على حساب الفلسطينيين عطية الأعشم على سبيل المثال وهو رئيس مجلس القرى غير المعترفية في النقب قال بوضوح قال نحن سوف نواجه تطهير عرقي ليس فقط كما واجهنا خلال السنوات العشرين الماضية ولكن الآن نحن أمام موجة كبيرة من التضييق علينا حصرنا في مناطق محدودة والعمل على تطهيرنا عرقيا كما قال طيب أحمد بالحديث عن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى نحن نتحدث عن قرابة 360 مقتحما من غلات المستوطنين المتطرفين الذين اقتحموا المسجد الأقصى ذلك يجب التأكيد دائما بأن هذه الاقتحامات هي اقتحامات يومية هي اقتحامات ما عدا يومي السبت والجمعة بحماية الشرطة الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيئة تقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود كما تسعى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا فرق بين يمين ويصار في موضوع المسجد الأقصى تأكيد على أن المسجد الأقصى بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي وللحكومة الإسرائيلية هو أرض إسرائيلية تخضع للسيادة الإسرائيلية المجتمع الفلسطيني بطبيعة الحال ونتحدث هنا عن دارة الأوقاف الإسلامية المسلمين عموما يرفضونه مثل هكذا السياسات اليوم جرى تطقيق ليهويات عدد من المرابطين داخل المسجد الأقصى مني عدد من المصلين من دخول المسجد الأقصى لربما الخبر اعتيادي ولكن دائما يجب التأكيد بأن هذا ليس أمرا اعتياديا كما قال لنا أحد المسؤولين في المسجد الأقصى قال بأن ما يحدث اليوم أو خلال الأسبوع الماضي أيضا يؤكد على أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مستمرة في سياسة الإمعان في سياسة القمع وأيضا في سياسة أن يكون هناك المزيد من الصلوات التلمودية اليوم كان هناك عدد من غلات المتطرفين الذين قاموا بصلوات التلمودية وأيضا انبطاح على الأرض ولكن في نهاية المطاف وقفت الشرطة الإسرائيلية موقف المتفرج أحمد البوديري مراسل الغد كنت معنا من القدس المحتلة شكرا جزيلا